150 مليار دينار جزائري هي حجم سوق الأدوات المدرسية في الجزائر التي تتكون من مواد مستوردة بنسبة 80% وحتى تلك الأدوات المصنعة محلياً تعاني من التبعية لمواد أولية مستوردة أما السنة والقيمة على الأدوات المدرسية سنة كامل حوالي 150 مليار دينار متوفرة لكن متوفرة بين 70% حتى 80% من الأدوات المدرسية في الجزائر مستوردة كان ممكن بعض المنتوجات التي يغلب عليها الإنتاج الوطني الكاراريس ارتفاع الأسعار بنسبة قد تتجاوز العشر في المئة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي أرجعها الخبراء إلى الانخفاض الكبير الذي عرفه الدنار الجزائري مقارنة باليورو والضرائب التي تفرضها الحكومة على التجار المنتجي مما يدفع هؤلاء لرفع الأسعار لما يكون انخفاض في عملة ما في أي بلد التجار يتخوفوا أولا يزيدوا في هذه النسبة ولكن يتخوفوا حتى على الأرباح المستقبلية ويحاولوا يعنيك شما يزيدوا بعض النقاط في النسبة هذه كانت عن انخفاض حتى الـ 25% جمعية حماية المستهلك استطلعت هي الأخرى واقع سوق الأدوات المدرسية ووقفت على زيادة أسعار الأدوات الورقية بنسبة فاقة الأربعين في المئة أنه بالنسبة للورق بالنسبة للمنتجات المدرسية الخاصة يعني المنتجات الخاصة بالورق وخاصة للكراريس احنا بالنسبة لنرى اوقفنا على ارتفاع بنسبة 45% أسئلة كبيرة يطرحها الدخول المدرسي حول صناعة الأدوات المدرسية وتفضيل أغلبية الفاعلين فيه لحل الاستراد عوض الانتاج وتفعيل الاقتصاد الوطنية